وينضم إلينا في الستوديو والأستاذ أكرم عطلة الباحث في الشأن الإسرائيلي والمحلل السياسي أهلا بكامرة أخرى سيد أكرم عطلة إذن على حسب رئيس أركان جيش الاحتلال يقول انتقلنا إلى المرحلة الثالثة في الحرب البرية حيث نهاجم حماس برا فوق الأرض وتحتها وحسب العواجل التي تأتينا الآن من مرسلين ومن على الأرض في غزة الجيش الاحتلال يقوم بتطويق خان يونس وهناك اشبكات ضارية في محيط خان يونس خاصة في شرقيا هل هي خان يونس المرحلة الثالثة فعلا لهذه الحرب الإسرائيلية؟ يعني يقدر الإسرائيليون أن هذا هو اليوم الأشد دراوة وهو اليوم الأهم والمقاومة تقول أن هذا هو اليوم الأعنى إسرائيل تتحرك بأكثر من منطقة ولكن التركيز على خان يونس سأقول لماذا على خان يونس لكن منطقة جباليا أيضا هناك تقدم في منطقة جباليا وهناك اشتبكة ضارية في جباليا اليوم أعلنت أن قواتها بدأت في الشجاعية وهي في داخل الشجاعية أيضا هنا جباليا جباليا هنا في الشمال الشجاعية هي المنطقة الشرقية لمدينة غزة وهنا منطقة خان يونس في هذه الثلاث مناطق والتي تعتبر إسرائيل أن قوة حماس تتركز في هذه المناطق كانت تقول هكذا زيتون جباليا الشجاعية والآن عادت تقول أن القوة الرئيسية هي خان يونس يبدو الحديث عن مرحلة جديدة إسرائيل عندما دخلت مدينة غزة كانت تتحدث على أن العاصمة هي مدينة غزة وقالت نحن نعمل في قلب غزة وبدأت بضرب المؤسسات ذات الطابع السيادي في مدينة غزة اليوم تتحدث عن أن العاصمة هي خان يونس وبدأت بتطويق مدينة خان يونس وهي المعركة الأهم والأشرس التي تدور منذ أول أمس وتأخذ منحا تصاعديا خان يونس اليوم طلبت إسرائيل من طبعا منذ أربعة أيام طلبت من السكان المناطق الشرقية هذه المناطق بمغادرة هذه المناطق والذهاب نحوها باتجاه رفح هنا باتجاه رفح مغادرة وليس إلى خان يونس دخلت الدبابات الإسرائيلية من هذا الاتجاه من هنا منطقة كسوفين ومنطقة القرارة ثم ذهبت بهذا الاتجاه ووصلت إلى هنا شرع البرك في دير البلح الذي يربط نهاية أنتهي إلى جانب خان يونس ومنطقة المطاحن الآن والدبابات طبعا تحركت بهذا الاتجاه ووصلت إلى بني سهيلة اقتربت أكثر من مركز مدينة خان يونس هنا طبعا الترادات الحربية تحاصل مدينة خان يونس تركت للناس حسب النداء أن تذهب من منطقة رفح طبعا شارع صلاح الدين هنا تم ضربه شارع صلاح الدين ضرب وبالتالي حتى الحركة مقيدة للسكان لكن اللافت هذا اليوم أنها تعلن أعلنت في بيان أن كل المنطقة الشرقية طبعا المنطقة الشمالية هذه المنطقة التي تدور فيها الاشتباكات هنا واضح هذه المنطقة وكل المناطق طبعا بمنطقة خان يونس لكن اللافت أنها طلبت من سكان حمد والسطر والمحطة والشيخ ناصر ومعا هذا الخط طلبت من السكان وبن سهيلة طبعا هذه المنطقة طلبت من السكان تريد الدبابات أن تتقدم من هذا الاتجاه الشمالي لخان يونس كانت knees بالدخول من المنطقة الشمالية كان هنا توقع الدخول من المنطقة الشرقية والمنطقة الشرقية أيضاً هناك اقتراب من المنطقة الشرقية تحاول أن تتحرك بهذا الاتجاه وبالتالي بدأت معارك خان يونس معركة خان يونس التي تعتبر إسرائيل أنه رئيس حركة حماس بقطع غزي موجود هناك القيادة العسكرية لحركة حماس موجودة هناك الثقل العسكري لحركة حماس اليوم تتحدث موجود في هذه المنطقة تتحضر إسرائيل لمعارك كبيرة جداً في هذه المنطقة وبالجانب المقابل تتحضر حركة حماس والفصائل المقاومة أيضا معها لمعارك كبيرة في خنيونس تعتبر إسرائيل وهذا لا يعني أن بقية المناطق لا تتعرض لمخيم جباليا تطبق إسرائيل أكثر وصلت منطقة الفلوجة وصلت منطقة جباليا البلد وبالتالي تحاصل مخيم جباليا لكن واضح أن إسرائيل بعد الهدنة وبعد تبادل الأسرة أصبحت أكثر تركيزا كانت تقول أن الشمال ثم الانتقال للمنطقة الجنوبية فجأة تنتقل للمنطقة الجنوبية أثناء العمل في الشمال وبالتالي هناك لديها ربما ممن حققت معهم ممن أطلق صراحهم ربما لديها بعض المعلومات التي فتحت شهيتها للذهب تتحدث عن الأسرام أيضا موجودون هناك والقيادة السياسية والعسكرية لحركة حماس موجودة هناك بمعنى أنه جاءت بهذا الاتجاه هذا الاتجاه والمنطقة المنطقة الغربية لخانيونس والمواطن هي منطقة خالية تقريبا من السكان وبالتالي تتكفل البوارج الحربية بمتابعتها ومراقبتها وقصفها كان اليوم صور تصدر عن البوارج الحربية ومراقبتها وضرب المناطق الساحلية والأبنية هناك لكن واضح أنه في شيء يثير شبهة الفعل السياسي لإسرائيل أن إسرائيل مثلا هذه المنطقة هي منطقة فارغة لماذا لم تأتي من هذه المنطقة؟ يعني لماذا لم تتقدم إسرائيل من هذه المنطقة مثلا كما فعلت من مدينة غزة هنا مستشفى ناصر من هنا يتم تغطي المراسلين الفضائيات كلها تغطي من مستشفى ناصر هنا يقع إلى جانب مخيم خانيونس لم تأتي إسرائيل هذه المرة كما فعلت مدينة غزة لماذا؟ ربما أحد الأجوبة أنه هي تدفع من الجهة الشرقية والجهة الشمالية تدفع الناس نحو الجنوب باتجاه رفح يعني طالبتهم هنا بالذهاب نحو رفح وبالتالي من منطقة الشرقية الشمالية لخانيونس دفع أكثر نحو جنوب مدينة خانيونس مستشفى ناصر جزان النجار ثم الذهاب ربما نحو رفح وبالتالي لا يمكن فصل شبهة التهجير دفع السكان نحو رفح لدفعهم أكبر لأن الطاقة الاستيعابية لرفح امتلأت منذ أكثر من يومين رفح بها ربع مليون من يومين كان فيها حوالي ثلثة أربع مليون في الثماني واربعين ساعة الأخيرة تجاوزت مليون رفح مدينة صغيرة لا يمكن أن تتساع لأكثر من نصف قطاع غزة قطاع غزة كله اثنين مليون وثلاثمية عندما يوضع أكثر من مليون في رفح هذا يعني أزمة مع قصف مع دبابات تتقدم من خانيونس تطلب من الناس الذهاب لرفح مع مجاعة في مدينة رفح وبالتالي ليس أمام السكان هكذا ما لم تستطع إسرائيل التوافق عليه بالسياسة تريد أن تفرضه بالقوة من خلال دفع السكان إذن معركة صحيح معركة عسكرية مع حركة حماس قيادة حركة حماس تقول أنها متواجدة في خانيونس السياسي والعسكرية ولكن تحت غلاف هذه العملية تحت غلاف العمل العسكري هي تقوم أيضا بعمل سياسي له علاقة في التهجير شكرا لك سهد شكرا جزيلا لك الأستاذ أكرم عطالله الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك